الحمد لله رب العالمين محمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه له علينا النعم العظيمة والألاء الجسيمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذا لقاء جديد نتدارس فيه أحاديثا للمصطفى صلى الله عليه وسلم من كتاب الصيام في مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نرجو بذلك أننا لا رضا من الله وأجرا أخرويا على تعلمنا العلم وبذلنا لا وقاتا فيه فلعلنا نبتدأ بقراءة شيء من هذه الأحاديث الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة وأمي سلمة رضي الله عنهما فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله من غير حلم في رمضان ثم يغتسل ويصوم وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة رضي الله عنه هناك أرض فقال عبد الرحمن لأبي هريرة رضي الله عنه إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس رضي الله عنهما وهن أعلم أبو بكر بن عبد الرحمن من كبار فقهاء المدينة هو من الفقهاء السبع رحمه الله تعالى قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة وهما من أمهات المؤمنين يطلبون العلم منهما ويسعيان إلى أن يحصل شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر يعني يدخل عليه وقت الفجر وفي هذا دلال على وجوب الإمساك بدخول وقت الفجر وأن الصائم لا يتناول شيئا من المفطرات بعد دخول وقت الفجر قالتا كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله يعني بسبب الجماع من غير حلم في رمضان ثم يغتسل ويصوم يعني أنه كان يؤخر الاغتسال لما بعد الأذان وفي هذا دلالة على أن من أدركه الفجر وهو جنوب جاز له أن يصوم ولا يلزم أن يكون متطهرا قبل الفجر وهذا هو مذهب أهل العلم قاطبة إلا أن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه كان يرى أن من أصبح جنوبا ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر لم يصح له صوم فلما روجع في ذلك أخبر أن الفضل بن عباس أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك والذي يظهر أن هذا الحكم منسوخ والناسخ له لم يطلع عليه أبو هريرة رضي الله عنه وفي الحديث دلالة على حجية الأفعال النبوية وأنه يحتج بها وفيه دلالة على أن الأصل أن الأمة تشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق به من الأحكام وفي هذا أيضا دلالة على جوازي أن يستمر الإنسان في الجماع إلى قبيل طلوع الفجر وأن ذلك لا يؤثر على صومه قال مروان هو مروان بن الحكم وكان واليا على المدينة وقت معاوية ومروان هذا تولى الخلافة بعد ذلك قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث وهو والد أبي بكر أقسم بالله لتقرعن بها أي لا تخبرن أبا هريرة بها كأنه قد شبه وإيصاله للحديث بقرع الباب وضربه من أجل أن يفتح وقال ومروان يومئذ على المدينة أنه وال عليها فقال أبو بكر وهو ابن عبد الرحمن فكره ذلك عبد الرحمن لم يرد أن يكون بينه وبين أبي هريرة شيء من المنازع والمخالفة والمجادلة ثم قال أبو بكر ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة ذي الحليفة مكان بجوار المدينة وهو واد سمي بهذا الاسم لكثرة نبت الحلفاء في هذا الوادي وهو ميقات أهل المدينة وقال وكانت لأبي هريرة هناك أرض فيه امتلاك الأراضي في أودية المواقيت قال فقال عبد الرحمن بن الحارث لأبي هريرة رضي الله عنه إني ذاكر لك أمرا أي سأخبرك بأمر يريد بذلك الحديث النبوي ولولا مروان يعني ابن الحكم أقسم علي فيه يعني أنه حلف عليه يمينا تامة بأن يذكر هذا الحديث الذي رواه عبد الرحمن لأبي هريرة قال لولا مروان أقسم علي فيه لما أذكره لك فيه وعدم المبادرة بنشر العلم وانتظار أوقات الأوقات المناسبة لذلك قال فذكر عبد الرحمن قول عائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا فيتم صومه قال فقال أبو هريرة كذلك يعني أن الفتوى التي أفتيت بها بأن من أصبح جنوبا فلا صوم له حدثني بها الفضل بن عباس رضي الله عنهما ثم قال وهن يعني أمهات المؤمنين أعلم بذلك لأنهن يباشرن من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعلمه الفضل ولا كثير من الصحابة ومن ثم فالصواب أن من أصبح جنبا جاز له أن يصوم وفي هذا أيضا دلال على جوازي أن يغتسل الصائم وأنه لا حرج في ذلك ولا يؤثر عليه وقيس عليه سائر ما يوضع على ظاهر البدن من أمثلة الكريمات والمراهم التي توضع على ظاهر البدن فإنها لا تؤثر على الصوم كما أن إمرار الماء على البدن لا يؤثر على الصوم حسن الله إليكم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بعض أزواجه ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه ثم ضحكت قول عائشة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه فيه جواز التقبيل للصائم والعلماء لهم ثلاثة أقوال منهم من منع الصائم من القبلة مطلقا ومنهم من أجازها مطلقا ومنهم من قال تجوز لغير ذي الشهوة ولا تجوز لذي الشهوة خشية من أن ينزل منه شيء وقت تقبيله فيؤثر على صحة صومه وظاهر الحديث يدل على القول بالجواز لمن كان يغلب على ظنه أنه يمسك نفسه وفي هذا الحديث جواز أن يباشر الصائم أهله وفي الحديث في قوله وكان أملككم لإربه قال أكثر أهل الشرح بأن المراد أنه كان يملك قدرته أو حاجته قوله أراوي ثم ضحكت يعني كأنها تخبر بذلك عن نفسها وفي هذا جواز الضحك وعدم المنع منه أثابكم الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نسي أحدكم فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه قوله إذا نسي أحدكم فيه جريان النسيان على المكلفين وأن هذا لا يؤثر على مكانتهم ومنزلتهم عند الله جل وعلا وفيه أن من نسي فريضة من الفرائض فلم يؤدها لم يكن ذلك سببا لنيله الإثم وفي الحديث أن من أكل أو شرب ناسيا لم ينقطع صومه بذلك ويواصل صومه وهذا مذهب جماهير أهل العلم وإثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال من أكل أو شرب ناسيا فإنه يفسد صومه بذلك وقال أصحابه عن هذا الحديث بأنه خبر أحد يخالف القياس ولذا لم يقبلوا به والصواب أن خبر الواحد يقدم على القياس لأنه خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم والقياس اجتهادات المجتهدين وقوله هنا وهو صائم أي حال كونه صائما وهذا يشمل صوم الفرض وصوم النافلة وصوم النذر وصوم الكفارة وقوله فليتم صومه فيه دلالة لمذهب الجمهور على عدم بطلان الصوم بالأكل والشرب ناسيا وقوله وقوله فإنما أطعمه الله وسقاه يعني أن آكل الآكل نسيانا إنما هو بقدر من الله جل وعلا وأن من أطعمه إنما هو رب العزة والجلال أخذ من هذا عدم مؤاخذة لإنسان حال نسيانه فيما لو قد أقدم على ترك واجب أو على فعل محظور ناسيا أنه محظور بل إن بعضهم قال بأن الحديث دليل على أن من حنث ناسيا في يمينه فإنه لا يطالب بالكفارة وهذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه احترق فقال ما لك قال أصبت أهلي في رمضان فأطي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال أين المحترق فقال أنا قال تصدق بهذا قول عائشة إن رجلا أتى النبي صلى الله الله عليه وسلم فيه ذهاب من عنده مخالفة شرعية إلى أهل الفتوى لعلهم يجدون له مخرجا وكفارة لما أقدم عليه وقوله فقال يعني الرجل إنه احترق وأستدل بهذا اللفظ على أن الرجل كان ذاكرا لصومه حال جماعه وإلا لما قال احترق فإن الشريعة قد جاءت بعدم مؤاخذة الناس فدل هذا على أنه كان عامدا وقوله ما لك يعني ما السبب الذي جعلك تقول هذا الكلام وتصف نفسك بالاحتراق فقال الرجل أصبت أهلي في رمضان فقوله أصبت فيه دلال على أن الكفارة المغلظة إنما تكون لمن جاء مع زوجته وهو في رمضان قال الحنفية والمالكية بأن هذا الحكم يشمل من انتهك حرمة الصوم بأي مفطر من المفطرات ولذا قالوا من أكل أو شرب عامدا وجبت عليه الكفارة المغلظة توسيعا لمجاري الحكم الوارد في هذا الحديث وقال الشافعية والحنابلة بأن الكفارة المغلظة إنما تكون على من جامع في نهار رمضان دون من أفطر بغير ذلك من المفطرات وقوله فأتي النبي بمكتل هنا هذا الحديث مختصر وقد دل على وجود تفاصيل أخرى أحاديث أخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعتق رقبه قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أجد قال أطعم ستين مسكين وقوله في هذا الحديث أصبت أهلي لفظة أهلي غير مرادة ولا اختصاص لها بالحكم ولذلك من أصاب أمة له أو وطئ بشبهة امرأة لا تحل له أو أقدم على الفاحشة فإنه أيضا تجب عليه الكفارة المغلظة وقوله في رمضان فيه دلالة على أن الكفارة المغلظة لا تجب إلا بانتهاك حرمة الشهر ولذا من جامع في القضاء أو في الكفارة أو في صوم النذر أو في صوم التطوع فإنه لا تجب عليه الكفارة المغلظة ولكن هنا مسألة وهي أن من لزمه الإمساك فهل يلحق بهذا أو لا مثال ذلك زوجان مسافران قدما فلزمهما الإمساك وعدم تناول المفطرات ثم جامع الرجل زوجته فهناهما مفطران ولكن عندهما انتهاك لحرمة الشهر وقد قال في هذه المسألة الشافعي وأحمد بأنه يلزمه الكفارة المغلظة لكونه انتهك حرمة الشهر وقوله هنا فأتي بمكتل يعني إناء وقد جاء في الأحاديث أنه بيّن عجزه عن اعتاق الرقبة وعن صيام الشهرين وعن إطعام الستين مسكين قوله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل أي بإناء يدعى العرق وهذا فيه قرابة الثلاثون صاعا في هذا دلالة على أن المسكين في كفارة الجماع في نهار رمضان يطعم كل مسكين بمقدار نصف الصاع نصف الصاع والجمهور على أن هذا على جهة الكفارة والحناب له يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه أعطاه هذا المكتل من أجل أن يطعمه هو وأهله فقالوا فدل ذلك على أن من عجز عن خصال الكفارة فإنها تسقط عنه والجمهور يقولون بأنها تبقى في ذمته لأن الواجب الشرعي لا يسقط إلا بأداء أو بإبراء ولم يحصل له شيء من ذلك فقال أين المحترق يعني خاطبه بحسب فهمه وبما وصفه لنفسه حينما قال احتركت فقال الرجل أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا في هذا دلالة على تحريم الجماع في نهار رمضان وأنه موجب للكفارة المغلظة بإعتاق رقبه فإن لم يجد صام شهرين متتابعين واستدل بهذا الحديث على أن من أصاب ذنبا من الذنوب فجاء إلى الإمام ونوابه يستفتيهم فإنه لا تنزل به عقوبة ولا يحكم عليه بتعزير ولذا قال الإمام البخاري من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا حسن الله إليكم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك ما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا ما أجدها قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فهل تجد إطعام ستين مسكين قال لا ما أجد قال اجلس فجلس فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبين نحن على ذلك جاء رجل من الأنصار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال ها أنا ذا قال خذ هذا فتصدق به فأطعم بهذا عنك فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال فأنتم إذن اذهب فأطعمه أهلك قوله في هذا الحديث بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه حرص الإنسان على القرب من الخير ومن معلم الناس الهدى وفي هذا الحديث أيضا نقل أخبار إمام الهدى وفي هذا الحديث في قوله يا رسول الله هلكت لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلال على أن الجماع في نهار رمضان حرام وأنه لا يجوز للإنسان أن يفعله ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل في قوله هلكت فقوله ما لك يعني ما السبب الذي جعلك تقول هلكت ما شأنك أي ما هو حالك التي ظننت بها أنك قد هلكت فقال الرجل وقعت على امرأتي في رمضان فقوله وقعت قال الشافعي وأحمد هذا لفظ مراد فتختص الكفارة المغلظة بالوقاع وقال أبو حنيفة ومالك بتعميم الحكم بفي كل من انتهك حرمة الصوم بأي مفطر من المفطرات عمدا بل قال بعض المالكية حتى من فعل شيئا من المفطرات ناسيا وجبت عليه الكفارة والأظهر اعتبار لفظ الويقاع والجماع فقد ورد في الأحاديث والأصل أننا لا نوجب حكما إلا بدليل والدليل الذي جاء بالكفارة المغلظة قيد الحكم بالجماع وقوله على امرأة هذا لفظ غير مراد فلو جامع مملوكته أو جامع من لا تحل له وجبت عليه الكفارة المغلظة وقوله في رمضان فيه دلالة على أن الكفارة المغلظة إنما وجبت لانتهاك حرمة الشهر فإنه لم يذكر أنه صائم وإنما ذكر أنه في شهر رمضان ثم قال وأنا صائم وفي بعض إلى ألفاظ لم يأتي بهذا القيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة يعني مملوكا تتمكن من اعتاقه فيه أن كفارة الجماع في نهار رمضان يلزم فيها عتق الرقبة أي تحرير مملوك من الرق فقال الرجل لا ما أجدها يعني لا يجد الرقبة وفي هذا دلالة على أن من كان مالكا لرقبة ووجبت عليه الكفارة المغلظة وجب عليه أن يعتق تلك الرقبة وهكذا إذا كان يملك ثمنها ولكنه لا يملك الرقبة فإنه في حكم من ملك الرقبة فقال لا ما أجدها أي لا أتمكن من إخراجي هذه الرقبة ولا من تحريرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تصو مشارين متتابعين وفيه أن المفتي يعتمد على كلام المستفتي فيما يذكر عن نفسه في مسألة الفتوى وقوله هنا فهل تستطيع يعني إذا لم تجد الرقبة هل تنتقل إلى صوم شهرين متتابعين في هذا دلالة على أن من لم يجد رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين وهذه الأشهر في لسان الشرع إنما تطلق على الأشهر القمرية فمن صام من أول الشهر فإنه يعتبر بحكم الهلال ولذا قد يصوم ثمانية وخمسين يوما وقد يصوم ستين يوما وقوله متتابعين يعني لا تفصل بينهما بإفطار بعض الأيام بل يجب أن تتابع الصوم بحيث لا يقطعه صوم آخر ولا إفطار فقال الرجل لا أستطيع يعني لا أتمكن من صوم شهرين متتابعين وفي هذا دلالة على أن العاجز يرتفع عنه الوجوب وقوله قال فهل تجد إطعام ستين مسكين فيه أن من لم يجد الرقبة ولم يستطيع الصوم وجب عليه الإطعام وهذا الإطعام خاص بكفارة الظهار وكفارة الويقاع في نهار رمضان وأما ما عدا ذلك فلا يلزم وجود الحكم فيه ومن أمثلة ذلك كفارة القتل فإنها لم يذكر فيها الإطعام وبالتالي لا نقول لا مدخل للإطعام فيها بل من وجد الرقبة اعتقها ومن لم يجد صام شهرين متتابعين قوله لا يعني لا أجد إطعام ستين مسكين وفي هذا دلالة على وجوب أن يكون ما يخرجه الإنسان في الكفارة طعاما فلا يجزي إخراج النقود ولا يجزي إخراج الثياب ولا يجزيه غير ذلك وقال الرجل ما أجد يعني إطعام الستين مسكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إجلس فجلس فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر لعل أحدنا أن يأتي بالفرج في ذلك قال أبو هريرة فبينما نحن على ذلك يعني بعد أن أخبر الرجل عن عجزه عن خصال الكفارة فإذا برجل من الأنصار يأتي بعرق فيها تمر وقال والعرق المكتل وفي بعض الروايات قال الزبيل وهو إناء يصنع من خوص النخل يوضع فيه التمر وما ماث له ولا يوضع فيه مطعام حار قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل يعني عن مسألة الجماع في نهار رمضان فقال الرجل ها أنا ذا فقال صلى الله عليه وسلم خذ هذا يعني المكتل الذي أوتي إليه به فتصدق به بنية أنه كفارة عن الوقاع في نهار رمضان فيطعم ستين مسكين فقال فأطعم بهذا عنك فحينئذ قال الرجل يا رسول الله على أفقر مني يعني هل أتصدق بأن أعطي هذه التمور لمن هو أحوج مني ثم قال فوالذي بعثك بالحق فيه القسم لتأكيد الكلام ولو لم يطلب ما بين لابتيها لابة المدينة هي الحرة التي كانت تحيط بها قال ما بين لابتيها وليها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي يعني أنه أحوج الناس من أهل المدينة فحينئذ انضحك النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بتغلب هذا على مسألته وبإعطائه للطعام قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وهي أطرافه إلى أسنان ثم قال فأنتم إذن يعني كأنه قال له خذ هذا الطعام اذهب فأطعمه أهلك وفي هذا فضيلة إطعام الطعام وعظم أجره وفي الحديث من الفوائد أن من جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فالأصل أنه يخرج هذا المقدار ويجعله بنية الكفارة وفي هذا الحديث من الفوائد أن من جامع في رمضان وتصدق عليه بصدقة فإن يطعامه لأهله المحتاجين أعظم أجرا وأكثر ثوابا وفي هذا الحديث عدم معاقبة الرجل وعدم إنزال العقوبة به لأنه جاء تائبا مستفتيا وفي هذا الحديث أن من وهب هبة فقبضها الآخر فإنه تصح الهبة ولا يلزم أن يكون هناك ألفاظ إيجاب وقبول وفي هذا الحديث من الفوائد قول الرجل ويلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وفي الحديث من الفوائد أن من وهب هبة فقبضها الموهوب له فإن ذلك يدل على تمام الهبة وعلى لزومها وفي الحديث أن الكفارة ليست خاصة بالأغنية بل تجب على الغني والفقير وفي هذا الحديث من الفوائد أن من أعسر في الكفارة فإنها تسقط عنه كما قال الحنابلة وقال الجمهور بأنها تبقى في ذمته وظاهر الحديث يدل للقول الأول وفي الحديث أنه يُعطى في الكفارة لستين مسكينة ولا يُجزئ إعطاء عشرة مساكين ستة مرات على جهة التتابع لأن العدد في الآية نص فلابد من اعتباره وفي هذا بيان أن المعسر يجب عليه أن ينفق على أهله وفي الحديث أيضا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤيته ما يسر به وما يندهش له ما يكون غريبا نعم حسن الله إليكم قال عن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف ثابت البناني من التابعين ومن العلماء الكبار قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه وهو من الصحابة أكنتم يشير إلى الصحابة ومن عاش في زمن النبوة أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يعني هل يحل للصائم من يحتجم فقال لا يعني أنهم لا يكرهون الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف أي أنه إذا احتجم فسيخرج منه الدم فيكون ضعيفا لا يستطيع مواصلة الصوم وهذا قول أنس رضي الله عنه قد خالفه جماعة من الصحابة ورأوا أن الحجامة مفطرة وقد جاء في حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم مما يدل على أن الحجامة مفطرة وهو أقوى وفي هذا السؤال عما يشكل من المسائل وفيه أيضا أن الصائم ينبغي به أن يجتنب ما يضعف بدنه ولاحظوا هنا أن الكلام في الحجامة والحجامة أخذوا دم من الرأس بسحبه وشفطه وبالتالي فإنه لا يدخل في هذا الحكم الشجاج والجروح التي تكون في الرأس فلا تدخل في الخلاف لأن الحديث إنما جاء بذكر الحجامة ولم نعلم المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الحجامة وبالتالي لا يصح لنا أن نقيس غيره عليه نعم حسن الله إليكم قال عن ابن أبي أوفار رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غابت الشمس قال لرجل يا فلان قم انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس لو أمسيت قال انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدح لي قال ان عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فاجدح له في الثالثة فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى بيده هنا قبل المشرق ثم قال اذا رأيتم الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم قوله في هذا الحديث كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فيه مشروعية الاجتماع من اجل الاسفار قد ورد التحذير من ان يسافر الرجل وحده في الحديث جواز الصيام في الاسفار وظاهر هذا انه صيام نفل وقوله فلما غابت الشمس اي ذهب قرص الشمس عن الافق قال صلى الله عليه وسلم لرجل يا فلان قم انزل فاجدح لنا اي انزل في البئر فارفع لنا من ماء البئر شيئا فيه دلال على استحبابا يفطر الصائم على الماء وقد جاء ان ذلك عند فقد التمر والرطب وقوله هنا فاجدح لي فيه النزول في الابار وان هذا لا يتنافى مع زهد الانسان او توكل على الله جل وعلا فقال يا رسول الله قال الرجل يا رسول الله الشمس يعني لا زالت الشمس في الافق وبالتالي لا يجوز لك الفطر ولو امسيت او انه لم يأتي وقت الفطر بعد فقال صلى الله عليه وسلم انزل يعني في البير فاجدح لي ان يجلب لي الماء وفي هذا بيان ان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ان يعجل بالافطار وانه لم يكن ينتظر عروب النجم ولا غير ذلك وفي هذا دلالة قال لو انتظرت حتى تمسي فيه مخاطبة من له فضل ومكان بإثبات الحكم الشرعي فقال صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لي قال ان عليك نهارا اي لا زال النهار فان ضوء الافق لا زال منيرا فقال صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا يعني خاطبه مرة اخرى قال انزل فاجدح قال فنزل الرجل في البير فجدح له في الثالثة اي في المرة الثالثة وجدح بمعنى اصعد له الماء قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى بيده هنا قبل المشرق فقال اذا رأيتم الليل قد اقبل منها هنا يعني من جهتي المشرق فقد افطر الصائم وفي هذا دلالة على استحباب التعجيل بالافطار وفي هذا دلالة على جواز فطر الانسان بما تيسر من الماء وغيره وفي هذا دعاء الصائم عند فطره وظاهر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالافطار فاذا افطر دل هذا على مشروعية التبكير بالفطر وفي هذا دلالة على وقت افطار الصائم وانه بمجرد غروب الشمس ولا يلزم ان ينتظر النجمة او ان ينتشر السواد في الوفق او يذهب الظاو او نحو ذلك وفي هذا الحديث ذكروا الاشارة وبناء الاحكام عليها كما اشار النبي صلى الله عليه وسلم هنا وفي الحديث تكرار الكلام مع الشخص حتى يفهم الكلام وفي الحديث مناقشة الرجل فيما يعرض له من الاحكام من اجل توضيح المسألة ومعرفة حكم الشرع في ذلك وفي الحديث من الفوائد انه اذا تبين الحكم الشرعي فانه لا حاجة للاحتياط حينئذ فهذا شيء من الاحاديث التي اخرجها الامام البخاري في كتاب الصيام من صحيحه بارك الله فيكم وفقكم لكل خير وجعلني الله وياكم من الهدات المهتدين بارك الله فيكم وجعلكم تصونون صيامكم كما نسأله جل وعلا لعموم المسلمين ان يوفقهم الله لالتزام بشرع رب العالمين كما نسأله سبحانه ان يوفق ولاة امرنا لكل خير وانيجعلهم من اسباب الهدى والتقى والصلاة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اشتركوا في القناة